بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الوحدة الحادية عشرة من أعلام العربية الدرس الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي الأزدي ولد في عمان سنة مئة للهجرة وانتقل إلى البصرة كان رحمه الله نابغا متفوقا ذائع الصيت لكنه كان عابدا زاهدا متواضعا يعيش في خص له بالبصرة لا يقدر على فلسين في حين كان تلامذته يتكسبون بعلمه الأموال الطائلة قال عنه تلميذه النظر بن شميل أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وهو يعيش في خص لا يؤبه له نشأ عابدا لله عز وجل مشتهدا في طلب العلم كان واسع المعرفة شديد الذكاء غيورا على العربية له جهود ومؤلفات في هذا العلم من أشهرها معجم العين وهو أول معجم شامل في اللغة العربية كان هدفه منه حصر ألفاظ اللغة العربية وضبطها سار فيه الخليل على ترتيب الحروف حسب مخارجها واتبع نظام التقليبات وتحدث عن الأبنية وقلب الخليل ألف با تا ثا فوضعها على قدر مخرجها من الحلق وذكر أن الإسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف حرف يبتدأ به وحرف يوقف عليه وحرف تحشى به الكلمة مثل سعد وعمر وتحدث عن مخارج الأصوات وصفاتها وميز العربي من الدخيل في الكلمات وذكر عدد الحروف العربية وأن فيها 29 حرفا منها 25 حرفا صحاحا لها أحياز ومدارج وأربعة أحرف جوف وأربعة أحرف جوف وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة ووصف الأصوات ومخارجها بدقة وسمى تلك الصفات لذلك فالخليل كما يقول المعاصرون من علماء الأصوات أول من عني بالدلالة الفنولوجية الصوتية أي علم وظائف الأصوات ويعد معجم العين علما بارزا في مجال الدراسات المعجمية والصوتية وكل من أتوا بعده فهم عيال عليه ومن مؤلفاته أيضا علم العروض فهو مبتكر علم العروض على غير مثال سابق ويظهر في ابتكاره هذا عقلية جبارة في تألف هذا العلم كذلك عني الخليل بالنحو عناية فائقة إذ كان فيه إماما وكان قبلة لجميع من أتى بعده من النحات بارعا في معرفة الأصول والفروع ولذلك عده العلماء الواضع الحقيقي لعلم النحو في صورته النهائية التي نقلها عنه تلميذه النابه سيبويه في كتابه ونقل آراءه في نحو ثلاثمائة وسبعين موضعا معترفا له بوافر علمه وعظيم فضله ومن مؤلفات الخليل أيضا كتاب الشواهد وكتاب النقط والشكل كتاب النغم وكتاب معاني الحروف وكتاب في العوامل وغيرها ويعد الخليل بن أحمد أول من أرسى الكثير من المصطلحات في المعاجم والأصوات والنحو والصرف واللغة والشعر انتهى هذا الدرس لقاكم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر